بس إنجانر الفكرة جات في دماغك مرين يعني إحنا عرفنا هي نبعة من إيه بس تقت بقى في دماغك إزاي إن أنا عايز أغير الشعار أهم أنا زي ما قلتلك هي ديفيزون وستراتزي كات في الكاف أنا كدوري بالظبط إن أنا وصلنا للناتج النهائي إنه هو الشكل اللي في ده كان فيه اتجاهات كتير مختلفة إن الشعار يكون بطريقة تانية مختلفة فيه اتجاهات كان ممكن يكون بيمثل بس المزيكة بيمثل بس الأفريقيا كان فيها أفكار كتير إن الفكرة إن أنا كتلات بيه إن إحنا لازم نطلب بلوجو مبني على الكأس تقبر عن حاجة أو مبني على حاجة مبني على حاجة يعني اللي كونسيط أليك أس الكونسيط بتاعنا بتمثل في حاجتين البطولة متقونا لحاجتين البلد المستضيف والكأس يعني الـ 24 منتخد بيتنامسوا بالآخر خلص على الكأس دي أكتر حاجة مميزة وأكتر حاجة بتمثل البطولة فكادت الفكرة إن إحنا عزين نعمل لوجو أو شعار بيمثل النسخة دي إن إحنا لدينا شكل الكأس في النص اللي هو ده أكتر حاجة مميزة بتلمثل البطولة وعندنا البلد المستضيف وكمان الاتجاه اللي إحنا رسمنا به اللوجو اللي هو الطريقة الـ Minimal أو الطريقة البسيطة لإإن دي طريقة الفن أو الأرض اللي بيحصل في كوتيفور لإإن في الأول فرقة لإحنا عزين نمزج وبين حاجتين نمزج ما بين البطولة اللي هو مستضيف الكأس وكوتيفور اللي هي البلد المستضيف في الألوان وطريقة الأرض أو طريقة الرسم اللي هي الطريقة البسيطة اللي هو اللوجو غير معقد مش اللوجو 3D ملوش أبعاد لإن حتى لو روح لكوتيفور هنلاقي ده ده جزء من الكولتشر أو الثقافة بتاعتهم الرسم في الشوارع الجرافيتي في طريقة مشهولة عندهم طباعة بيطباعوا باستنبات كده فده كانت الفكرة إن إحنا إزاي نعمل مكس أو نمزج ما بين البطولة والبلد المستضيف طيب عزيم جداً عايزين طبعاً ووظيفة حضرتك في الكاف هي المدير الإبداعي طبعاً ناس كتير وشباب كتير يقولوا الله حلوة شغلنا دي وكده طيب عايزين نعرفهم مهام المهنة إيه؟ طيب أنا المسمى الوظيفي في الكاف اللي هو مدير قسم التطوير الإبداعي أو Creative Development Manager أنا دوري بيبدأ زي ما أنا كنت لسا بنحكي على فكرة اللوجو أي عملية أو أي بروسس إبداعية بتحصل في الكاف متعلقة بالإفنس بتاعت الكاف أو البطولات بتاعت الكاف ده دوري بيبدأ من هنا بيبدأ من دورة بداية الفكرة لحد التنفيذ التنفيذ ده بيحصل بقى على أكتر من الحلوة والأكتر من منصة فعلى سبيل المسائل دلوقتي أنا اتكلمنا على البطولة إنه هو بدأنا بالشعار بدأنا بالهوية بقى فيه علامة تجارية طيب إحنا إزاي هننفذ ده التنفيذ ده بيجي على أكتر من مرحلة في مرحلة زي ما نسميها الانجراوند أو مسميها الانلاين أو الوفلاين مرحلة اللي هي الوفلاين اللي هي البراندج اللي بيحصل في الإستاذات في الشوارع في المدينة في الأعلانات اللي موجودة في كل الكارة في الأربعة وخمسين بلد اللي هم في الاتحاد أعلانات حتى كمان خارج الكارة وده الجزء الوفلاين في الجزء كمان الوفلاين بيتمثل في الجرافيكس بتاعت التيفي الجرافيكس أو الكنتنت بالشكل إزاي تلعى الدجتال لإنه في الأول فراق خالص إحنا عاوزين التجربة أو الخبرة اللي يأخذها المشجع أن الوقت حالة لو اتفرقت على المطشف التلفزيون هشوف نفس الألمانس، نفس البراندنج، نفس الشيب، نفس الوجود يبقى كله متناسك على نفس الخبرة اللي أنا لو روحت شفت المطشف الإستاذ هشوف نفس الأشكال، نفس الألوان، نفس التجربة لو فتحت طبيعة المطشف على السوشيال ميديا، الأيكاونس متوقف، هلقى كل ده متناسك ففيه علامة تجارية متماسكة، متناسكة، كلها بيكمل بعض، كله وكل ده فريق خلص بيخدم بصورة كبيرة لعلامة التجارية اللي إحنا عايزين نبني زي ما بيقول براند إكسبيينس، يبقى فيه تجربة، يبقى المشجع يبدأ يبني علاقة عاطفية ما بينه وما بين البراند، مش هو مجرد هي بطولة وخلاص